تعتبر مواقف الفنانات والفنانين المشاهدين طبعا محطة اهتمام جماهيرهم. والذين يتبعون أخبارهم ويصدرون أحكاما بقبولها أو انتقادها. ملكة الإحساس كما توصف الفنانة اللبنانية أليسة أثارت الجدل بأغنيتها الجديدة التي جمعتها مع سعد المجرد المعلم. الأغنية بعنوان من أول دقيقة. من أول دقيقة. وهي المرة الأولى التي تجمع المجرد بأليسة. الأغنية حصدت حتى الآن على ما يقرب من 17 مليون مشاهدة. وإعجاب دعونا نستبع. لو تطلب من عدية لو تطلب عمر كمان هديك سنين الجاية وهكون راضي ومرحان أنت اللي وجود الجنبي حسسني إن أنا إنسان. دا من أول دقيقة لحبك قلبي مال. عرفت فني الطريقة تغير حل بحال. بده بين الحقيقة يا عمري والخيار. دا من أول دقيقة لحبك قلبي مال. على الرغم المشاهدين من الإعجاب الذي حققته هذه الأغنية من قبل المشاهدين. وبالكلمات طبعا إلى أن أليسة تعرضت لانتقادات عدة. بسبب غنائها مع الفنان سعد المجرد. اعتبروا أن العمل سقط من قبل أليسة بسبب تهم التحرش والاغتصاب التي وجهها المجرد والتي سجن بسببها في فرنسا أثناء التحقيق معه ثم الإفراج عنه بكفالة. وبسبب أن أليسة لديها مواقف داعمة ومساندة للمرأة. المغردون والمنتقدون طالبوا أليسة بتجميد ذلك الديو وعدم الترويج له. هنا مثلا ديانة مقلد تقول أليسة كررت في أكثر من أغنية وفي أكثر من تصريح أنها تشجع النساء على كسر حلقة العنف ومواجهة المعنف وعدم الصمت اليوم. تغني أليسة مع سعد المجرد الملاحق بعدة دعاوة في فرنسا بتهم اغتصاب. لا نتحدث عن زلة لسان أو عن رأي عابر. بل عن قرار بتعويم شخص مثل سعد المجرد. هذه أكبر من سقطة بالنسبة لديانة بكثير طبعا. هنا ربيع أفران يقول يرد مدافعا عن المجرد. يقول مع احترامي لرأيك. لم يثبت القضاء الفرنسي التهم الموجهة على سعد بعد خمس سنوات. قبل أشهر طالبت المدعي بمبلغ خيالي لإسقاط حقها. فنيا إذا بدنا نحكي عن تعويم سعد بعد خمس سنوات لا يزال الأول على المنصات. ويحقق أكبر نسب استماع. أما هنا تدوينة ساجة. الكل فايق على أغنية أليسة وسعد المجرد. وين مبروح اسمعه؟. طب مش سعد كان متهم بالتحرش المغتصب. وكيف قبل تتغني معه؟. وليه ما حدش انتقد الموضوع أصلا؟. أما الفنانة المصرية الاستعراضية شيريهان المعروفة طبعا علقت على الجيو. وقالت عندما يلتقي الإبداع والإتقان والإحساس لا يصحه إلا صحيح. قبل عامين مشاهدين منعت مصر عرضة مقابلة مع المجرد ضمن برنامج سهرانيين. مع أمير كرارة حينها بعدما انتشر هاشتاغ مش عوزين سعد المجرد في مصر. وأيضا حفلته الفنية في مصر. لم تعلق أليسة على الجدل الحاصل بشأن اشتراكها في هذه الأغنية مع المجرد. وقد تواصل فريق ترندنج مع الفنانة أليسة للتعليق. لكنها اعتذرت عن ذلك. شكرا لمشاهدتك ترندنج. سنسعد باشتراكك بالقناة. ومشاركتك لقصصنا. وإعجابك بها وتعليقك عليها.